اشتركوا في القناة توجهات وفي إصلاح التعليم كيف تتعايش مع الشيء هو المشهد السياسي حاجة على كل حال هذا أنا اعتباري والمشهد التربوي شيء آخر أنا وقليتخلت في الكلمة قلتها عندما تخلت لوزارة التربية قلت مهما كانت انتماءاتنا السياسية وانا ذاك ما كنت انتماءاتنا حتى حزب وقتها قلت مهما كانت انتماءاتنا السياسية يلزم تحييد المنظومة التربوية من كل تأثير سياسي وإيدولوجي ممكن هذا ممكن ممكن ونقولها زادة كل موضوعية أنا اليوم ما عندي حتى ضغوطات إيديولوجية من حتى أي شخص ولا حتى أي طرف سياسي الحق ولا واحد يدخلي في شؤوني ولا واحد يحب يفرض عليها أي شيء وهذه من طبيعتي حتى حد يفرض عليها حتى شيء احنا ماشيين في طريق مع الأسف وتونا رجعولوا لكلام هذية احنا حابين الطريق هذية يكون طريق منهجي يكون ينظر للمستقبل بصفة استشرافية يعيد اعتبار للمنظومة التربوية كخيار استراتيجي للمستقبل البلاد راه تونس ما عنده حتى مستقبل أنا هذا قلتوا في مجلس وزراء راه تونس ما عنده حتى مستقبل وحتى حكومة كانت ما عندها حتى مستقبل وحتى أثر إذا كان ما يقعش سلاح المنظومة التربوية بمعناها الواسع مش تربية فحسب التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني إذا كان المنظومة التربوية ما ينظرونهاش كخيار استراتيجي هو اللي بشي يوصل تونس إلى ذفاف التنمية والتنمية الحقيقية أراه مش ممكن بشي نجمو ونواصلو في الطريق هذه هذك علش أنا وقلي دخلت دخلت بهالنظرة هذية وحبيت نكمل بهالنظرة هذية وذلك علش ما شوفتنيش في البلاتيوات متاع تلابز وما تسمعنيش في الراديوات خطر نحب نخدم في عمق المنظومة ونحب اللي نحب نعمله ونحبه ويبقى حتى ولو نقدم بشوية هذكا مكسب التونس ومكسب المنظومة التربوية واليوم أنا نتمنى بش ما تتهمش العمل هذا ما يتهمش المشاكل راهي مشاكل موجودة مع النقابات قبل 2011 وبعد 2011 أنا نقولها اليوم أنا لقيت قنابل موقوتة مثلا حكاية الماجستير حكاية الطلبات هذية اللي تشوفوا فيها اليوم حكاية النواب حكاية القيمين معناها أنا عندي ستة شهر سؤالي منصب إذا توافق هذا السياسي مثلا ماش ضغوطات سياسية وتدخلات سياسية في اختيارات الوزارة علش متحلش ملف الإصلاح التربوي خاطر ملف الإصلاح التربوي مهوش ملف يتحل في بضع أسابيع عم السنوات نحكيو عليه سيد وزير لا لا شوف الغلطة اللي وقعت هو أنه كل مرة خاصة بعد 2011 نجمعوا العباد وفي الوتلة ونحكيو والندوات إلى أخيره لكن في آخر المطاف وفي آخر المطاف كل مطاف ما قلت قلت صارت أشياء منذ 2011 في مجال إصلاح التربية نحن نبني على الأشياء هذه ولكن نمر مباشرة لواقع الإصلاح ليس لنظريات الإصلاح لواقع الإصلاح مثلا اليوم اليوم فما مشكل كبير على مستوى جودة التعليم المشكل هدايا يلزم استراتيجية كاملة لتكوين المربين يلزم وضع الاستراتيجية وهذا قاعد نخدم وضع استراتيجية بشغدوة الأستاذ والمعلم يرجع في مستواه الحقيقي مش يكون كما اليوم عنده العديد والعديد من المشاكل على مستوى سيد وزير تهمل تهمل سمحني مثال ثاني اليوم راهي المدرسة متنجمش تكمل بالطريقة هذه مدرسة للتلقين 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 للدروس ثم دروس خصوصية ثم معناها لا شيء المدرسة يزيمها ترجع هي حاضنة مدنية طب شك